حددت الحكومة ما سمته معالم جديدة في سياستها الخارجية فأصدرت حزمة تعينات لإنعاش البيت الدبلوماسي وتنشيط دوره إقليميا ودوليا خطوة وإن بدت متأخرة إلا أنها جاءت في توقيت حاسم تحتاج فيه اليمن إلى إعادة هيكلة الكيان الأكبر في رسم سياستها الخارجية وإزالة ما علق من غبار في عيون المراقبين والمتابعين لا يتعلق الأمر بالبحث عن منافذ جديدة لتقوية سلاح الحكومة في مواجهة الانقلاب وحسب بل أيضا في تنقية قنواتها الدولية المسكونة بعناصر الظل التابعة للمخلوع وميليشيا الحوثي فمنذ مطلع العام 2011 والدبلوماسية اليمنية تعاني من الشاللي بسبب عدم قدرة الحكومة على إجراء حركة تنقلات بعيدا عن المحاصصة وتقاسم السفارات في الخارج التي كانت وما تزال أحد أهم أدوات الرئيس المخلوع وحلفائه الحوثيين في عملية التواصل مع الخارج وتحقيق مكاسب على الصعيد السياسي والدبلوماسي أكثر من 35 سفارة وبعثة دبلوماسية تخلو بعضها من منصب السفير وتعاني من الشاللي التام فيما البعض تدين بالولاء للرئيس المخلوع وتستلم مخصصاتها من ميزانية الدولة التي تسيطر عليها الميليشيا وتعمل من داخل جهاز الدولة ضدها هذا الحال تسبب في معاناة ومتاعب الكثير من أبناء الجاليات اليمنية والمغتربين والطلاب الدارسين فبدلا من أن تكون سفارات بلادهم القبلة التي يجدون فيها السكينة والإطمئنان والعون للتغلب على مرارة الغربة تتحول هذه السفارات إلى كابوس ومصدر قلق وابتزاز التعينات الأخيرة وإن بدت محدودة إلا أنها جاءت كما يرى العديد من المراقبين كترضيات من جهة ومحاولة شراء ولاءات من جهة أخرى وكررت مشكلة التعينات من خارج السلك الدبلوماسي فهل سيتحرر البيت الدبلوماسي بهذه الخطوات من كل هذا العبث والفساد؟ وهل ستسهم التعينات الجديدة في تغيير طريقة أداء السفارات في ظل استمرار بقاء غالبيتها بدون سفراء وعدم إجراء أي حركة تبادل في المناصب الوظيفية الوسطى داخل السفارات؟ وهل بالإمكان أن تنجح الحكومة الشرعية في استعادة السفارات من يد الإنقلابيين واستخدامها في خدمة قضايا اليمنيين وإنهاء عملية التضليل التي مورست كثيرا على الرأي العام العالمي من داخل السلك الدبلوماسي الرسمي؟ أسئلة لا تستدعي الإجابة عنها الانتظار طويلا فتحرر اليمن الدبلوماسي مهمة ليست بالعسيرة طالما انفتح في الأفق مسار لاستعادة الدولة من مختطفيها